وقال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات فإن لم يجد حسى حسوات من ماء فعلى هذا مراتب ما يفطر به ثلاث الرطب فإن لم يجد التمر فإن لم يجد فالماء فإن لم يجد ينوي الفطر فإن لم يجد ينوي فلو أن شخصاً كان صائماً وهو في صحراء ليس معه ماء ولا طعام ولا شراب ولا شيء فماذا يصنع نقول ينوي الفطر وقد قال أهل العلم من نوى الإفطار أفطر خلافاً للعامة بعض العامة يقولون إلى حان وقت الفطر وليس عندك ما تفطر به تمص الأصبع وبعضهم يقول يعض غترته يأخذ الغترة ويعضها كأنه يأكل يعني يقول هذا كله ليس له أصل بل ينوي الفطر ويكفي ترجمة نانسي قنقر